بات الماتش بتاع بكرة تختلف عن كل المواجهات السابقة بصرف النظر عن قوة منتخب الكاميرا يعني فاروق يقول إنه منتخب المصري بدأ المباراة وبدأ البطولة من الأسوأ للأحسن فالأحسن فالأحسن ووصلنا لتوب فور معتقد في مباراة المغرب هل تتوقع إنه يستمر المتخب المصري في حالة التصاعد في مستوى الأداء دي؟ طبعا أتمنى إن شاء الله بإذن الله وهاخد من كلام فاروق كمان يا أحمد فن دايما الأداء التصاعد في البطولات المجمعة بتبقى سمة الأبطال يعني لو جينا شوفنا كاس العالم 2010 ومنتخب أسبانيا خسر في الماتش اللي افتتاحي قدام سويس 1-0 وكان بطل العالم في النهاية منتخب فرنسا قدم مستوى سائق جدا في دور المجموعات في 2018 وكان بطل العالم في النهاية الأمثلة كتير لده منتخب مصر حتى في بطولة أفريقيا 2008 إحنا لما تعدلنا مع زنبيا وقلنا المنتخب هيبدأ الرتمي بتاعه يقل لكن لما وصلنا دور التمانية بدأ المنتخب يظهر بالقوة بتاعته فإحنا وخدنا على ده بشكل عام بجانب أن مباراة منتخب الكاميرون موضوع أن لها حسابات خاصة أو لا هي برا الملعب لها حسابات خاصة فكلنا عارفين اللي بيدور حول المنتخب الكاميروني في المرشات السابقة ليه في البطولة من بدايتها والحد وقتنا هذا ولكن الناصق التساعدي اللي ماشي عليه منتخب مصر يبشر بالخير إن شاء الله قدام الكاميرون ولو ظهرنا بنفس الشخصية إن شاء الله هنقدم مبارجة يا ده هنخرج بالنتيجة إيجابية هنتأهل للفاينال بس الفكرة كلها إن منتخب الكاميرون وصوله للسيمي فاينال مواجهش المنفسين اللي واجهوا منتخب مصر يعني أنت لما واجهت منفسين تلعبت نيجيريا في دور المجموعات لعبت كودي فور في دور 16 لعبت المغري في دور الثمانية فعلى مدار البطولة أنت واجهت منفسين أقوى بكتير جدا من اللي واجهها منتخب الكاميرون لو أصلا واجه منتخب ده في نصف ممكن تشوفه من ناحية سلاح زحدين سلاح زحدين ممكن نستر